شاركت مصر في الاحتفالية التي نظمت تنزانيا بمناسبة بدء الملء الأول لخزن مياه مشروع سادو محطة جوليوس نيريري الكهرمائية على نهر الروفيجي وذلك بحضور رئيسة تنزانيا سامي حسن وترأس وزير الخارجية سامي الشكري وفد مصر في الاحتفالية والذي ضم عددا من المسؤولين الحكوميين ومسؤول التحالف المصري المنفذ للمشروع وأكد عدد من مسؤول الوافد الحكومي المصري أن مشاركة مصر في الاحتفالية تأتي في ظل ما يمثله مشروع سادو محطة جوليوس نيريري من أهمية كبيرة جدا للشعب التنزاني وذلك في إطار ما توليه مصر من اهتمام كبير بتنفيذ هذا المشروع الضخم الذي يجسد العلاقات المتميزة بين البلدين